سلام الله على الجميع أعزائي التلاميذ سنة أولى متوسط أهلا بكم في فيديو جديد نواصل في تقديم الدروس اليوم درس صفحة رقم 14 تابعوا معي يعني أفهموا النص تابعوا معي في البيت وفي المدرسة يعني الأشخاص الكبار أو الأشخاص البالغون يتحدثون أو يحدثونك بصفة متكررة عن أهمية غسل اليدين أو أهمية المحافظة على اليدين نظيفة لماذا؟ يعني هنا السؤال مطروح لماذا غسل الأيدي هو مهم لهذه الدرجة؟ نكملوا هنا أ أعزائي التاريخ Halo نحن الآن ويintegrح نacaksح المترجلة يعني سوديبارسة و تخلص منا الأوساخ لسالتي دي ماتياري غراس يعني المواد الدونية و دي ميكروب يعني الميكروبات اللتي تنتقل بكل سهولة من شخص إلى شخصين آخر voilà دي مام مانيار يلتقل دي منا الأشياء إلى الأشخاص سيلافتتع الواقف انتقل 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 يسمح لنا بتجنب الوقوع في الأمراض وكذلك أن نجنب الأشخاص الآخرين الأمراض في الوطس وطس 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 يمكن أن نقل أمراض خطرة نحن نطفل الفلنسي ترضى الكرام فرانسي هو الذي يريد وبعدها أو علمنا أن نجب علينا أن نحفظ على أنفسنا من الميكروبات دابخي الهجيان des enfants en question c'est une brochure sur la santé 2012 une brochure معنى توكو تايب يانا كتاب سغير كما ذكرنا سابقا هنا نجد مصدر النص هذه كل مرة نذكركم بها يعني قدر في الأسئلة أو في يعني في الامتحانات يقول لك أعطيني مصدر النص أو la source gtext هذه هي la source gtext نبدأ نتعلمها في الدروس الأولى ننتقل هنا إلى الأسئلة تابعوا معي أعطيني مصدر النصف المصدر النصف يقول لك أعطيني مصدر النصف منطر النصف يقول لك أعطيني مصدر المصدر النصف ما هو الخطر الذي يشكله الأشخاص الذين لا يغسلون جيدا أيديهم إجابة هي هذه الأشخاص هم معرضون للأمراض وكذلك يشكلون خطر على الأشخاص الآخري يعني ينقلون لهم الأمراض عن طريق العدوى Question 3 1. Que faut-il faire pour éviter de rendre les autres malades ? 2. Il faut se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez كنتم تستعيله جدا 1. لازم عالينا نرسل يدينا 2. يدينا على الإطم وإنف عند العتس وزعال هذا pour éviter de rendre les autres malades وهنا يجب علينا أن نفعل حتى نجنب الأشخاص الآخرين الأمراض هنا عندنا هذا الجدول نضعنا الواضح لدينا هذا الجدول مكون من أربع خانات عندنا هنا هنا la première partie deuxième partie troisième partie هذه الواضح هما الفقرات مقسم إلى ثلاث فقرات عندنا الفراز هي الجملة اللي نطرح بها السؤال أو الجملة الاستفهمية الفراز هي الجملة اللي ندخل بها الشرح يعني شرحة هذا السؤال الفراز دو كونكليزيون هي الخلاصة أو يعني الفقرات اللي نقول وش استخلصنا من النص voilà عندنا عندنا la première partie هي la phrase de questionnement هنا عندنا فلنص voilà نشوفو هنا pourquoi للماذج دماء اتل سي important هنا عندنا عالم سيفهن donc هذه هي la phrase de questionnement en général نلقوها في مقدمة النص هذا السؤال هو اللي ندخلو به للعرض بتاع النص voilà عندنا هنا كذلك la phrase de explication la phrase de explication هي الجمل اللي نشرحو بها الموضوع الموضوع يعني اللي طرحناه في السؤال الأول هنا هنا تبدأ هنا دوزيان بارتي هي la phrase de explication هنا هدا هي دوزيان بارتي هنا يشوفوا معا هادي la première partie هنا عندنا la deuxième partie تخلو سحسل لحنا دي مالادي grave هادي هي deuxième partie voilà كذلك لدينا هنا la phrase de conclusion هي la troisième partie هنا la troisième partie نحطو على المد X هنا la troisième partie هي la phrase de conclusion نشوفو هال لحنا في آخر النص الجملة الاخيرة هادي هي دائما متكون هادي هي la conclusion أو النتيجة أو ملخص الموضوع هادي هي voilà يعني عندنا la première partie هي la phrase de question deuxième partie هي la phrase de explication troisième partie هي la phrase de conclusion و voilà انتو من يكون الشرح واضح وتبعوا معي مليح واذا مفهمتوش اي كلمة او اي سؤال ما استردوش خليولي في التعليقات voilà ننتقل هنا إلى اعتدر ننتقل هنا إلى الصفحة رقم 15 فقط voilà هاكا voilà تبعوا معي يعني نزيد نتعمق في الفهم تاعي سؤال الأول لماذا الميكروبات هي خطيرة يعني كما نعرف أنه الميكروبات هي خطيرة جدا بالنسبة لصحة الإنسان وكذلك لأنها تنتقل من الأشخاص فيما بينهم وكذلك تنتقل من الأشياء إلى الأشخاص يعني الإجابة هي الميكروبات ترسل وكذلك لماذا يجب علينا تغطية الفم عند السعال هنا أنا سأجد كل واحد يضع الإجابة يعني الإجابة هي واضحة وحتى الإجابة كاينة في النص نخلي لكم تضيع ها مع الميكروبات أنا أنا ليا فقط نشرح لكم السؤال لماذا نغسل الإيدي هنا كذلك سأجد إجابة من إنشائكم الخاص وإجابة على هذا السؤال لماذا نغسل الإيدي وإجابة سأجد هنا عندنا ثم 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 نغسل 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 رجل دمو أنغر كذلك رمح تشعر عندنا للمو أنغر هم أعجد أنغسل أتذر هنا الموانغرا هي لتوسطمان وكذلك لدينا لترنيمان هاد الكلمتين المطلوب مننا نقولهم لغاديكال لغاديكال وش معناتو؟ معناتو أصل الكلمة أصل الكلمة اللي اشتقينا منها هادو عندنا لتوسطمان لغاديكال تحا هو توسو وزدنا لها امان باش ندولنا هادا كذلك بنسبة للكلمة لترنيمان لغاديكال تحا هو لغاديكال تحا هو لغاديكال تحا كمسا أدواء لغاديكال وهادي هادية لغاديكال تحا نحيو امان ونخليو هادي توسو بالنسبة لهاد الكلمتين يعني ننصحكم ترجعوا للقاموس باش تتفهموا معناه لغاديكال بلوس القاموس راح يساعدكم يعني بصيفة كبيرة بزدار وراحين تفهموا يعني كل مرة راحين نبحثوا على كلمة ونحوصلوا على الغاديكال تحا هو أصل الكلمة والمشتقة تحا ولازم يكون عندكم القاموس كما قلت لكم هكا تسهلوا على راحكم وتسهلوا عليها المهمة كل مرة نشرح لكم كلمة والأصل تحا وكيفاش نلقواها هكا ما نجيو نكملوا الدروس كنوا فاهمين بيان درس تالغاديكال هكذا هذا فيما يخص السؤال الثالث لدينا السؤال الأخير هذا السؤال يعني المفروض أنه يتم في القسم يعني هو حوار بين الثلاميذ أو بين زملائك في القسم تقوموا به مع بعضكم أنا عليا شرح لكم هل يقولون أي رحضي أكو مينك هناك ثالث مور ما زمال Rogue كل واحد تحا وكيفاش أكو هذا الشرح لحظة الأمر إن للتحا وكيفاش أكيم لهم وكيفاش أكيد تحاول إن شخص يدين إن صبت حينيذ تحاول أن يشهد يشهد تحاول إليها أينه يشهد تحاول أين تحاول النظر تحاول أمينة كامع في هذه الثالث التحاول عفوا الكاتب شرحه لنا اهمية غسل اليدين وكذلك الاسنان هادو يعني ديجست سامبل هي اعمال بسيطة انت تقوم بها كل يوم في اي وقت محدد انت تقوم بهاد ديجست ولماذا؟ يعني في اي وقت انت تغسل يديك مليح وتبرصي اسنانك او تفرشي اسنانك اشرح لماذا؟ هادو خليكم كذلك ديرو ستون بروديكسون اكريت اذك تي برو برو مو استعمل كلماتك الخاصة واسلوبك الخاص اذا استطعت في قريب العجلة هنخليكم الليان تا ان كونت فيسبوك تقدرو تكتبو وترسلولي فيه كل واحد يكتب ويخليلين صحة حلو هذا فيما يخص درس اليوم يعني صفحة 15 نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة